رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله وانا تطرات الأمازيغي العريق بانه بقي كي لم يلفظ الأنفاس دياله الأخيرة فرحت بانني كنت بين المنشيدات وكان البرنامج غني جدا في شكل وكان الاناشي الدينية كان نقول بالاخترات لم نستغنيوا بأن نسمعوا الذكر الذكر بوحد اللحن خفيف ودافي على القلب وعلى الروح بكل أهاجيز الحفل الروحي مولد النبي شفيع الأمة عليه الصلاة والسلام وكانت الفقرة بدأت بوحد التهليل والتباشير المولد النبوي الشريف من بعد كانت وصلات موسيقية على إيقاع الدف لم يكن موسيقى عصرية بحد ما كانت تقليدية بحل هجرات الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك أعجبني بزف والاهتمام دائما بهذه الطرات القديم بحكم هذه الفرقرة كانت منذ القدم تدير حفلة ما يعرف بن المعروف والسلكة في الحفلة الدينية في يامة أقادير وفلاسي وبما أن نشاءت الأقدار بأن نتطور المدينة الأقادير للأحسن ونحن فرحانين لها ولكن لا نريد أن ننسى ذكريات الطفولية التي كبرنا معها وتأسس الجمعية في إطار قانوني شرعي وديني وكان نحيي التمسك بأنهم يريدون أن يحييوا هذه الطرات وخذوا الميشة على بناتهم من العمر ديالي وانا شجعتهم بشأن يزيدوا لقدام ولا يفرطوش في أحد الموروط أمازيغي شخصياً كان لدي فرحة لا تصوروا بأنها بدأت الواصلات الدينية ومراهجة وعساوة يا سلامزع لا تفكرني بيام زمانية لا تفشك في الصباح ولا تطرق في الجيران ويعطوش لذلك نشجعهم بأنهم يزيدوا ونحن كناس ونحن نتعلمون منهم هذا الأنشيد بصوت دافي الذي نحس بالحنان فيه ونحن نزيدوا بهم بالمساعدة ونحن نشجع جميع الجمعيات التي يشجعوا هذا الموروط التقافي لا يكون شبيك جمعوي يشجعهم ويزيدوا بهم ورغم أنهم من نيامة الستينات ويحتفلوا هذا المعروف ولكن الحمد لله ما زالنا صامضات وحاملة للمشعل والحمد لله رسول الله رسول الله بلبي رسول الله رسول الله ترجمة نانسي قنقر